خليني أبدأ الأول بشيء إيجابي جميل الصحافة البرتغالية لأنه فريرة طبعاً أو فريرة هو برتغال الجنسية النهاردة كان لها ردود أفعال جميلة جداً وده شيء بيسعدنا مفيش كلام يعني فلو أخذنا كده في الصحافة بشكل عام ونشوف مع بعض الصور بتاعتها احتفلت بالفوز اللي حققه فريق الزمالك على غريم التقليد الأهلي طبعاً صحيفة أبولا قالت الزمالك يفوز بثنائية مع فريرة بعد تتويجه في السابق بلقب الدوري بعد غياب دام 11 عام اللي قدامنا دي هي صحيفة أبولا البرتغالي نروح لصحيفة أخرى وهي صحيفة ريكورد قالت فريرة يحقق مع الزمالك الإنجاز في إشارة إلى تحقيقه لبطولة الكاس ثم تحقيقه بطولة الدوري قالت تحت القيادة الفنية لجزوالدو فريرة صحيفة أجوجو قالت الزمالك يحرز ثنائية تحت القيادة الفنية الرائعة للثعلب جزوالدو فريرة هو ملقب هناك في البرتغال بلقب الثعلب هذه هي جريدة أجوجو البرتغالية الزمالك يحرز ثنائية تحت القيادة الفنية الرائعة للثعلب جزوالدو فريرة صحيفة ميس فوتبول نشرت تقرير عن المباراة أشادت فيه بالمستوى اللي قدمه نادي الزمالك أمام فريق النادي الآلي غريمه التقليد طبعا وأشارت الصحيفة لكون الفوز هو الأول للزمالك على الأهلي منذ أنفاس ببطولة الدوري المصري عام 2007 بالنتيجة نفسها هذه الصحافة البرتغالية فريرة بيحقق ثنائية أيضا دوري الكاس كمدير الفني المرة التانية في تاريخه يعني في تاريخه حقق قبل كده مع فريق بورتو فاز معاه سنة 2008-2009 أيضا ببطولة الدوري والكاس أعتقد عندنا فيديو بيورينا لحظات فوز فريرة مع فريق بورتو البرتغالي بثنائية الدوري والكاس 2008-2009 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة